اشتركوا في القناة ونبدأ زي كل مرة بكتاب العقيدة واخن خلصنا العقيدة الطحوية وبدأنا من كذا مرة في كتاب عقيدة العوام للامام الكبير احمد المرزوقي المصري موددا والمكي وفاتا تولد في مصر سنة 1205 هجريا وتوفي في مكة بعد انقضى جزء من حياته في التدريس هناك ودفن في نفس المدافن او قريب من ستنا خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة العوام هي منظومة ولو كنت اتفرقت على المجالس اللي فاتت تشبه كده الشعر اللي بيشرح فيها عقيدة المسلمين وهي عقيدة بدائية يعني سهلة الشرح وفيها تفاصيل بسيطة لذلك سماها عقيدة العوام نبدأ في المجلس التسعة والتلاتين قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم امين قال وبعد فعلا بوجوب المعرفة من واجب لله عشرين صيفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالاطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء دي صفات ربنا اللي بدأ بيها الكلام وشرحنا في المجالس اللي فات كل اللي حضرتك سمعته ده بيقول ان انا عايزك تعرف عشرين صفة دي واجبة عشان تستقر في معرفتك بربنا لو معرفتش الصفات دي انت هيحصل لك شيء من الخلل في فهمك لطبيعة علاقتك بربنا لان انت ازاي تعبد رب وانت ما تعرفش صفاته لان عقدتك في صفات ربنا هي اللي هتفسر لك الاقدار فلما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مثلا عليم بكل شيء عدل لا يظلم رحيم لا يقسو لما تعرف الصفات دي اي مشهد تشوفه في حياتك تفسره بمعرفتك بربنا بعقدتك في ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي ما فيش شيء قدامك ترى ان في ظلم لان ربنا لا يظلم الناس شيئا ما فيش حاجة فيها طيش لان ربنا حكيم ونعليم ما فيش حاجة فيها عبثية لان ربنا لا يلعب وما خلقنا السماوات والارضة وما بينهما لاعبين لما كل حاجة في وقتها بحكمته وعلمه ورحمته فلما تعرف ربنا تطمئن الاقدار ربنا اللي هي فعل الله فيك وفي الاكوان فنكمل مع بعض باقي المنظومة اللي هنبدأ فيها النهاردة قال رحمه الله ساميع الباصر والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة ارادة سمع باصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعليه من صفات ربنا اللي انت لازم تبقى عارفها هو انه سميع والسميع سبحانه وتعالى الذي يسمع كل شيء في كل وقت في كل مكان بغير جارحة يعني ربنا مش محتاج يبقى عنده ودن زينا عشان يسمع بيها بحيث ان الودن دي ربنا محتاج لها يبقى ربنا مفتقر للجارحة جارحة يعني زي عضو يعني مفتقر للجارحة يسمع بيها الله يسمع ولكن بغير جارحة لان انا اللي محتاج للجارحة بحيث يعني لو اي انسان مننا اصيب في الجارحة يبقى ما بيسمعش لان الالة اللي بيسمع بيها اصيبت فكأني محتاج الالة دي الله لا يحتاج الى شيء فهو سميع يسمع دعائك يسمع حتى خواطرك يسمع افكارك عليم بيها سبحانه وتعالى لانك انت في الاخر محتاج تبقى مطمئن ان ربنا لا يغيب عنه شيء يمكن انا وانت لو وطنا صوتنا اللي جنبنا ما يسمعش فنقدر نكيد ليه او نقدر ان احنا نفكر مع بعض في حاجة كده فيها شيء من سلبه المصلحته اما الله لا مهما كان الانسان متخفي او الشخص اللي بيكيد متخفي ليك لكن الله معه اينما كان وهو معكم اينما كنتم ولما سيدنا موسى خاف من فرعون وقال لربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى وكانوا دايما يقولوا كده يسمع دبيبا النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء دي كلام ادبي جميل ازاي ان ربنا سامع النملة السوداء اللي محدش شايفها في الليلة الظلمة على الصخرة اللي ملهاش صود وهو سامعها كده وهي ماشية فهو ساميع سبحانه وتعالى ساميع البصير البصير يرى كل شيء ظاهرا وباطنا يعني انا ارى بعين رأسي ظاهر الاشياء وارى بعين قلبي حقيقة الاشياء كل ما كان قلبي سليم كل ما رأيت حقيقة الاشياء والمعاني اللي وارى الاشياء وكل ما كان بصري سليم كل ما رأيت الاشياء بدقة والاشياء البعيدة والقريبة لكن برضو الانسان بيحتاج لجارحة العين الله لا يحتاج الى جارحة سبحانه وتعالى لا يحتاج الى عضو فيفتقر اليه فلو العضو ده مش موجود يبقى مش بيشوف ولا يبصر منما هو ساميع البصير بغير جارحة سبحانه وتعالى وهو بصير بالاشياء يرى كل شيء في كل مكان في كل وقت وبصير بحقائق الاشياء بصير بنيتك واهدافك وافكارك وجمال نواياك في المستقبل وعلى نياتكم ترزقون وبصير زي ما كنت رسه بحكيلك بمن يحيك لك المؤامرات او بصير بمن يفكر كيف ينفعك عشان يساعده عشان في الاخر تلاقي حد في اقدر ربنا كده ربنا بعته لك بعد ما ساعده ووفره الامكانيات انه يساعدك في الاخر فالطبيب اللي علجك الله كان بصير بمرضك ووقته وقت مرضك واحتياجك يعني حضر لك الطبيب الماهر الامين علشان في الاخر في رحلة حياتك تلاقيه سبحانه وتعالى يسخر لك من امكانياته من ملكه ومن جنوده بل الله سبحانه وتعالى عنده جنود انت لا تتخيلها زي الاحلام واللي نجت سيدنا يوسف من السجن زي ما في القصة الشهيرة الملك يحلم حلم والله بصير باللي في السجن وباللي في القصر وباللي بيكيد وباللي بيساعد بصير بكل شيء بظاهر الاشياء وبواطن الاشياء قال والمتكلم الله تكلم وكلم الله موسى تكليم ولو هنتكلم في العقيدة العلمة لما يشرحوا يقولوا ان الله سبحانه وتعالى مش بيتكلم زينا برضو كده بجوارح يحتاج لها يعني انا محتاج سناني عشان حرف السين يطلع من التقاء اللسان مع الاسنان وفيه هوا بيجري في الجوف عشان اعرف اعمل الصدى وفيه احبال صوتية بتضبط نبرة الصوت يعلى يوطى كل هذه الجوارح والآلات الله لا يحتاج اليها سبحانه وتعالى انما هو متكلم جل في علا على الكيفية التي يريدها وده ابسط شرح واسهل واضمن شرح كيف يتكلم على الكيفية التي يريدها سبحانه وتعالى له صفات سبعة تنتظم كانوا بيقولك يبقى شفت اللي انا شرحته لك ده حطهم في سبع صفات كده فقدرة على كل شيء قدير هو الذي يستطيع ان يوجد كل شيء غير موجود ويزيل كل شيء موجود فربنا قادر على ايجاد المعدوم واعدام الموجود قدرة وهذه القدرة لها ارادة فربنا سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا قدر عليه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون مش ارادة زي حالاتي بس ايه العين بصيرة والايد قصيرة يعني انا نفسي في حاجة شايفها سوى عنديش قدرة لها لا قدرة وارادة فاذا اراد قدر سبحانه وتعالى ده يطمنك انه اذا اراد يصال خير ليك واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك يطمنك ان رزقك وصلك فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون وهو يجير يعني يحمي ولا يجار عليه محدش عرف يحمي نفسه من ربنا لو ربنا حب يوصل لي ولا حد يقدر يوصلك لو ربنا اراد حمايتك يبقى فقدرة ارادة سمع باصر سميع بصير مريد قادر حياة سبحانه وتعالى الحي القيوم العلم حياة العلم كلام نستمر لا زال متكلما مش معنى ان ما فيش كتب سماوية نزل علينا ان ربنا وقف كلام كأن الصفة تعطلت انما كلام الله مستمر فيما يريد على الكيفية التي يريدها سبحانه وتعالى قال وَجَائِزٌ بِي فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ تَرْكٌ لِي كُلِّ مُمْكِنٍ كَفِعْلِهِ اه معناها ايدي الله جائز له دون ان يسأله احد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جائز له ان ينصر المظلوم او يؤخر نصره ان ينتقم من الظالم او يملي يعني سيبه او يملي له ان الله ليذر الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد امتا؟ لازم حالا يعني واحد بيأذي واحد تنزل صاعقة من السماء تاخده ينفع جائز يقدر يعمل كده سبحانه وتعالى طب لو ما عملش وشفت واحد بيستقوى على واحد والموقف خلص قدام عينك على كده جائز يفعل ما يريد شفنا والنبي عليه الصلاة والسلام بيتجمع عليه ويأذوه ومنزلش صاعقة من السماء وربنا يقول له واصبر فاصبر كما صبر ولأولو العزم من الرسل كام سنة وربنا فتح على النبي وجاء نتنصر الله والفتح والناس دخلت في دين الله افواجة اليوم اكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينة اه حصلت فيه وقت معين طب ليه مش بدري يفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل فانت كل افعال الله التي يريدها الله بحكمته وعلمه جائزة وقت ما يريد يغفر لمن يشاء حتى لو يستحق تحدف في النار يوم القيامة كده ايه حتف زي ما احنا بنقول يغفر له ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه اذا وعدك بالجزاء وفى وعده واذا وعدك بالعذاب قد يعذب الانسان وقد يرحمه رب العالمين يرحم من يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى يبقى وجائز بفضله انه يغفر لمن يستحق النار وعدله ان يعذب من يستحق النار تركن لي كل ممكن كفعله اللي يفعله اي حاجة ربنا ارادها ممكنة اذا اراد شاء ان يقول له كن فيكون فلا يسأل الله عن ما يفعل ليه ما عملتش كده دلوقتي لحكمته طب ليه عملت المعضة ده بدري في تخييلنا احنا بدري يفعل ما يشاء تعالوا نوقف هنا عشان المرة اللي جاية هنتكلم عن صفات الانبياء ان شاء الله خلينا ارهالك تاني ساميعون الباصر والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة ارادة سمع باصر حيات العلم كلام نستمر وجائز بفضله وعدله تركن لي كل ممكن كفعله شوفكم ما رجع على خير وصلنا للكتاب التاني في المجلس التسعة وتلاتين وهو كتاب الشمال المحمدية للإمام الترمذي المتوفى سنة متين تسعة وسبعين هجرية قال رحمه الله في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد يبدو أن الوقت ده كان وقت صلاة الظهر مش صلاة الظهر آسف وقت الظهر لو الشمس تبقى فيه جمد أوي وقت الظهير قال فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبو بكر لأ سيدنا أبو بكر هو كمان ماشي في الشارع قال خرجت ألقى رسول الله وأنظر في وجهه يا سلام والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال الجوع يا رسول الله شوف يا أخي الصدق نبي ماشي في الشارع في وقت كده ظهر الشمس حارقة لأ أبو بكر بتعمل إيه دلوقتي عادة ما حدش بيبقى بيتمشى في الشارع دلوقتي الدنيا موت قال له كنت جاء سلم عليك وأطمئن على حضرتك وأنظر في وجهك وانت يا عمر صراحة نجعان ببساطة خالص قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك أنا كمان جعان يا عمر فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثيرا نخيل والشاء كان عنده بستان كبير في نخيل كتير وعنده معيز وخرفان كتير ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك صاحبك نجوزك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء بيجب لنا مية ما كانوش زمان عندهم البتاعة اللي في البيوت ده اللي هو تدوس عليه كده الديسبنسر ده ينزل مية ولا إزازة مية في التلاجة ولا حنفية لا ده عشان يجيب مية بيروح البير فها كانت عيشها يعني يستعذب لنا الماء قال فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها قربة إيلة مليانة مية مليها من البير عمال كده إيه بيقومها من كتر ما هي تيلة يزعبها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي بخته حضن النبي صلى الله عليه وسلم يعانق يلتزم يعني يعانق يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه يعني لما يشوف النبي زي ما احنا أقولك يظرنا النبي هو يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله يعني فرحة ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه القنو اللي هو زي عنقود البلح كده شد كده ايه شوية بلح كده في الجريدة بتاعته أو في العنق بتاعته يعني الزرع شد كده الجريدة وحطها بالإيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه تبنقلنا بقى شوية كده حياة كده يعني زي طرية فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا أو تخيروا من رطبه وبسره يعني برحتك يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نأي من أي أنواع البلح سواء كان البسر أو الرطب قال فأكلوا وشربوا من ذلك الماء شوية مية شوية بلح فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي ستسألون الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد شوف ثم لا تسألون يوم إذن عن النعيم فبيقول لهم يا صحابي أبو بكر وعمر سيدنا وسيدنا أبو الهيثم كمان قال لهم شايفين شوية الأكل الحلوين دول مية كده بردة مية بردة يعني مية في الضلة يعني مش ساعة مش تلاجات يعني وضلة الحمد لله درجة حرارة الضل يعني وشوية بلح والله ده النعيم اللي هنتسأل عنه يوم القيامة فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات در فذبح لهم عناقا أو جديا ما تتبحش لنا انت راح تجيب أكل ما تتبحش معزة فبطنها لبن ليه؟ لأنها تلاقيها ممكن تكون بتردع عيالها الصغيرين أو انتوا بتستخدموها ومحتاجين اللبن بتاعها فما تتبح لناش معزة بتدر اللبن فدبح لهم معزة صغيرة أو جدي صغيرة فأتاهم بها فأكلوا فقال صلى الله عليه وسلم شوفي أخي تركيز كلمة تركيز دي أقل من النبي شوف النبي بيعلمنا إزاي التركيز في التفاصيل الراجل بيجري عشان يجيب أكل للنبي النبي عايزة وسلم بيفكر في مصلحته بتتبحش حاجة بتحلبوها ولا عيالها بتشرب منها يعني النبي هتقول إيه بس صلى الله عليه وسلم قال فأكلوا فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا لما يجي الخدم تعال لنا فأتى صلى الله عليه وسلم برأسين معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما فقال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن كلمة دي حلوة آه اختر لي حضرتك طيب بما أن أنت بتقول لي اختر لي بأنت بتستشرني فالمستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي عليه وسلم إلا أن تعتقه فقال هو عتيق بيقول له يا سيدنا محمد اختر لي خادم قال له ما تبلم أن أنت بتسألني فأنت كده استأمنتني فالمستشار مؤتمن كلمة دي هطلع برا الموضوع شوي كلمة دي لكل إنسان بيستشير والخلق من أول أسدتنا طبعا على رأسنا من أول أسدتنا مشيخنا وعلمائنا وأسدتنا برضو على رأسنا علماء النفس والدكاتر النفسيين وأسدتنا وصحابنا والثيرابيست واللايف كوتش والكاونسلر الأخصائيين اللي الناس بتلجأ له إن على قد إيه طبعا كلام لصحابي مش بكلم العلم العلم أحدش يعني مش لزي اللي يوجيههم يعني بكلم صحابي قد إيه الواحد لما يكون مش عارف حاجة الأحسن ما يقولش يقول ما الله أعلم ولا يتكلم فيه ما لا يعني ولا يشخص وهو غير متخصص ولا ينصح نصيحة حصلا بيكلم نفسه وبيعمل بيسقط النصيحة اللي قدامه يعني أنا متخانق في البيت عندي عشان أنا محتاج إن أنا أشد على البيت شوي فأنت عندك مشكلة في بيتك ملهاش علاقة بالشد على البيت فأنا قلت لك شد عليهم شوي أنا حصلا بكلم نفسي بكلم نفسي مش بكلمك بس من كترة أنا ما عنديش وعي نصيحتي لنفسي طرعت ليك أنت وده بيبقى بسبب قلة الوعي فمهم جدا لما تروح تستنصى حد المستشار المؤتمن لازم أنت تشوف حد متعلم كويس قوي وأمين ويوشهد له من أقرانه أقرانه يعني نفس الناس وقسات زيته إنه مستقمن إنك أنت تستشيره عشان كده كتير جدا من الأوقات اللي بيخرب البيوت بعض المخلصين من الأصحاب اللي ممكن تستشيرهم همما ما عندوش قدرة فأبينصحك بحماس وإخلاص بسبب غير علم فده ممكن إبقى فيه ضلال أو من ظنن أنه متخصص بس هو ما عملش اللي عليه عشان يكون متخصص فأحسن حاجة إن اللي بيتسئل لو ما يعرفش أحسن حاجة يسكت ويقول يعني مش عارف أدلك الموضوع كبير علي يا أخي ده النبي عيس والسلام النبي كان بيتسئل أسئلة في علم الغيب فينتظر الإجابة من ربنا عن طريق سيدنا جبريل فيأتي الإجابة ويسألونك قل ويسألونك قل من عند ربنا فالمستشار مؤتمن قال له طيب خد ده خادم ده عشان ده بيصلي شفت النبي قال له مين يبقى عايش معك في البيت ده بيصلي ده بس بقولك يا أبو الهيثم استوصي به خيرا فبيقوله المراته بقولك يا ده النبي بعت لنا الخادم ده قال خدوا بالكم منه قالت له خدوا بالكم والله انت مش هتنفذ وصية النبي إلا لما تاخد بالك منه بالنسبة 100% اعتقوا الوجه الله قال انت عتيق يبقى انا خدت بالي منك كده يعني مص اداله حريته شيء عجيب في تسابقهم على تنفيذ وصية النبي عيس والسلام هو النبي قال لك خد بالك آه ده ناخد بالي على الآخر شايف اجلال النبي فقال له والله انت حر لوجه الله والخادم ده كان حاجة غالية جدا زمان العبد ده حاجة غالية جدا بس هو النبي وصع لي شوف كلام منه شوف النبي لسه بقول لك من شوية بقول له لا تذبحن ذات در تفصيلة وبعدين تفصيلة تانية يخد بالك منه وهو عارف للنبي اصلا كان حريص على عدق العبيد اصلا فاخد بالك منه قال له انت حر الوجه الله يا خي مجتمع ننظيف والله فقال صلى الله عليه وسلم ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفة الا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا بيش حد له قيمة في الدنيا الا وحواليه حاشية سواء كان نبي او كان خليفة فعنده نوعين من الناس بيبقوا حواليه ناس فعلا مخلصة ليه تأمره بالخير وتنهاه عن الاذى وناس مصلحجية لا يألونه او لا تألونه خبالا اي لا تقصر في افساده والخبال هو الفساد والقل والتقصير يعني مش بيأسره في تضيعه ومن يوقى بطانة السوق فقد ووقي لو ربنا وقاك من الناس الوحشة حواليك يبقى ربنا بيحميك قال الحديث اللي بعد كده سمعت سعد بن ابي وقاص يقول اني لأول رجل اهراق دما في سبيل الله عز وجل واني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني اغزو في العصابة من اصحابي محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل الا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت اشداقنا وان احدنا ليضع كما تضع الشاتة والبعير واصبحت بنو اسد يعزرونني في الدين لقد خبت لقد خبت وخسرت اذا وضل عملي اه اللي حصل ان سيدنا سعد بن ابي وقاص ده من المهاجرين الاوائل وده استغفوا الله مش ده هذا الرجل العظيم سيدنا سعد بن ابي وقاص من اوائل الناس اللي دفعت عن النبي في الحروب ومن اوائل الناس اللي رمى بالسهم وهو كان رامي ماهر لا يخطئ فبيقول انا من اوائل الناس اللي جهدت في سبيل الله ودفعت عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين ده احنا مش بس كده ده احنا في رحلتنا مع النبي تطلعوا هم في غزوة كان اسمها سرية الخبط وسرية الخبط ده النبي ما كانش عندهم اكل خالص كانت وقت صعب جدا في المدينة فالنبي ده ادى للجيش كله جراب في شوية بلح فكان سيدنا ابو عبيدة كما اذكر هو كان القائد يدي كل جندي في اليوم طمرة ولا طمرتين يحطها زي البنبوني على جنب كده يقعد يمصها ويشرب عليها المي دي الانيرجي بتاعته وده الوجبات التلاتة بتاعته وكل حاجة في الطمرة دي طول اليوم خلص الطمر ما لقناش بعد كده الا شجرة يقال اسمها الخبط اما النبات اسم الخبط او كانوا بيخبطوها بالعصيان ينزل الورق علشان يقع فياكل ورق الشجر قال والحبلة قال الحبلة بيضم الحائي وسكون الباء هو ورق يشبه اللبيا وقيل شجر له شوق فاعدنا ناكل في ورق الشجر ده ما وجيش معهوش اكل هيعمل ايها موت يعني قال حتى تقرحت اشداقنا البعير ربنا خلق شفيفه لها يعني خلق معينة لما ياكل ورق الشجر الشفيف ما تتشققش الصحابة مش كده دول بشر ياكلوا ورق شجر اه هنعمل ايه هنعمل ايه ما فيش غير كده فرجال يا اخي والله وبيقول حتى بعرنا كما يبعر البعير التوالت بتاعهم بتاع الانسان يختلف عن التوالت المخرجات عند الحيوان ده لي شكل وده لي شكل ليه حفظكم الله واعزكم يعني لان ده بيأكل اكل بطريقة معينة ونوعية اكل وده بيأكل اكل فلما الانسان اكل اكل البعير يقول حتى ان احدنا لا يضع كما تضع الشات والبعير تعبوا بالله العظيم جدا حاجة يعني فجت بعد كده سعد بن ابي وقص واحد من الناس بعد وفاة النبي عليه السلام في خلافة سيدنا عمر قال له ده سعد ده ما بيعافش يصلي بنا فقال بقى فلان يتكلم علي كده فلما سيدنا سيدنا عمر بن الخطاب سأل عنه لان سعد ده بيتبع النبي عليه السلام وبيصلي زي النبي فقال ذاك الظن بك يا ابا اسحاق انا كنت متأكد بس عشان واصلني عنك حاجة قلت استعلم عنك لكن انا كنت متأكد ده انت سيدنا سيدنا سعد بن ابي وقص فلقت خبته وخسرته اذا وضل عملي لما واحد كده يجي يقول ان انا مش على السنة وانا ده كل ده شفته مع النبي صلى الله عليه وسلم جايبها هنا بابه ما جاء في عيش رسول الله جايب عشت النبي والصحابة كتعملة ازاي كلمة كده قالها سيدنا سعد النبي وقص شفت منها حجم المعاناة اللي عانى منها الجيل الاول والرجالة والستات اللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اخفت في الله وما يخاف احد ولقد اذيت في الله وما يؤذى احد ولقد اتت علي ثلاثون بين ليلة ويوم ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد الا شيء يواريه ابط بلال يعني انا سيدنا النبي بيقول انا كانوا بيخوفونا خوف محدش خافوا قبل كده من التهديد والاذى وجوعونا واذونا جوع واذى محدش شافوا قبل كده لقد اذيت وما يؤذى احد وعد علي شهر ما تحطناش حاجة في بقنا ما اكلنا شيء اكل يكلوا اي مخلوق عنده كبد محتاج اكل الا شيء يواريه ابط بلال الا حاجات بسيطة كان بلال بيعرف يجيبها ويحصل عليها كده والعلم هنا بيعلقوا لعل ده ايام شعب بني طالب لما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنين اعتقد قبل سنة سبعة تقريبا او تمانية اه سنة سبعة لما دخلوا تلت سنين في شعب بني طالب وكانت حاجة صعبة جدا فيها حصار اقتصادي ماتت بعدها ستنا خديجة بعدما طلعوا من الشعب من الارهاق من مجاعة اللي حصلت ربنا يعني يجمعنا بهؤلاء الناس على تمام العافية والستر من الله ناخد اخر حديث قال عن نوفل بن اياسي الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف الصحاب الكبير كان لنا جليسا وكان نعم الجليس وانه انقلب بنا ذات يوم يعني روح بنا حتى اذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج واتينا بصحفة طبق كبير زي زي كده ايه صينية فيها اكلية فيها خبز ولحم فلما وضعت امامه في بيته بكى عبد الرحمن بن عوف فقال فقلت يا ابا يا ابا محمد ابو محمد ده عبد الرحمن بن عوف دي كنيته يا ابا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله هلك يعني انتقل مات يعني هلك رسول الله وكان العرب يستخدمه هذه الكلمة مش بمعنى سلبي مش هلك يعني ضاع لا هلك يعني انتقل للرفيق العام فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو واهل بيته من خبز الشعير فلا ارانا اخرنا لما هو خير لنا يعني انا النبي عليه الصلاة والسلام عشت معاه وهو يعني شفت عمره ما شبع حتى من خبز الشعير واحنا عشنا هولا غاية ما بينا ناكل لحمة وتحت اللحمة في رز ومكسرات وحاجات كده رز بالخلطة يعني وفي عيش ومش عارف ايه انا بشرح لك يعني احوالنا فبيقول يعني ما ارانا اخرنا لما هو خير اكيد مش ده اكيد مش ده الخير لان الخير اللي النبي عاش فيه صلى الله عليه وسلم كانه بيقول يعني شوف ربنا فتح علينا ازاي ده احنا محتاجين نعمل مجهود عشان نشكر ربنا على التوسعة والرغد والكرم اللي احنا فيه فوصف لك عيشة النبي كده وهو معد يعني نقف هنا ونكمل المرة الجاية ان شاء الله باذن الله وصلنا للكتاب التالت في المجلس تسعة وتلاتين وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الاربعة لسيدنا الشيخ محمد بكر اسماعيل رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم امين قال في باب الصلاة اوقات الصلاة سيدنا الشيخ هيشرح لك انا بقى يبدأ ايه كلام فقي يبدأ اشرح يعني ايه وقت الصلاة ايه حكاية وقت الصلاة خد بالك هو بيكلم حد بيتعلم فقه فهو بيشرح لنا هو انا ما ينفعش يصلي الظهر ساعة ساعة الصباح لا لان من شروط الصلاة تبطل الصلاة لو صلتها قبل دخول الوقت يعني لازم الادان يقدن الوقت يخش فسيدنا محمد بكر اسماعيل الشيخ بيقولك ان انت اول حاجة تعرفها عن الصلاة ازاي تميز ان وقت الصلاة دخل طب اميز ازاي فبيعلمنا بقى مولانا قال لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت معلوم تؤدى فيه قال تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني فرض بوقت اسمعوا ليها بسرعة شوية لان هنا في معلومات معينة هتكون في وسط الكلام هنقف عليها قال اي فرضا موقتا يعني كتابا موقوتا فرضا موقتا لا يصح ان تتقدم علي صلي قبله ولا يجوز ان تتأخر عنهم فعش صلي الظهر وانا طب من كده الساعة 8 بالليل لا دلوقت راح قال ولا يجوز ان تتأخر عنه الا لضرورة شرعية سيأتي ذكرها وقد بيانت السنة المطهرة هذه الاوقات ووضحت معالمها في احاديث كثيرة سيدنا جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام خليه يصلي الظهر في اول الظهر واخر الظهر ده وقت الظهر العصر في اول العصر واخر العصر المغرب في اول المغرب واخر المغرب وهكذا فعرفنا اول الصلاة واخرها قال ما رواه جابر ابن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جاءه جبريل فقال له قم فصلي فصلى الظهر حين زالت الشمس الزوال مش معناها الغروب بعض الناس يقول لكن الزوال يعني الشمس راحت لا الشمس في وسط السماء في كبد السماء زالت سنة هذا الزوال عن كبد السماء اسم الزوال ده وقت صلاة الظهر فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله الضل اده بالزبط يعني حطيت العصايا الضل اده بالزبط ده وقت العصر ثم جاء المغرب فقال قم فصلي فصلى المغرب حين وجبت الشمس يعني غربت ثم جاء العشاء فقال له قم فصلي فصلى العشاء حين غاب الشفق اللون الأحمر ده وخلاص الدنيا ده ييرز والليل دخل بعد شوية علموا ان ده وقت العشاء انت متشغلش بالك بالكلام ده انا بنقرأ مع بعض اشان نتعلم لكن انت متشغلش بالك لان دور الافتاء والمجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء والازهر هؤلاء الاكابر من العلماء هم اللي بيكتبوا لنا مواقيت الصلاة سواء من قبل الفجر لغاية العشاء فانت بص بص في النتيجة تعرف مواقيت الصلاة فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاء الفجر حين برق الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي فصلى الظهر حين كان كل ظل شيء مثله استنى لو انت واخد بالك من الحديث ده وقت العصر ما انا اشرح لك دلوقتي ام قال له صلي الظهر دلوقتي امتى قبل ما العصر يقدن بمدة قد ايه بمقدار اربع ركعات الظهر افتكر الكلام ده عشان اشرح لك في حاجة يبقى صلى الظهر اول ما الادان قدن يعني وقت مكان الشمس زالت الشمس من كبد السماء ثم اخر وقت الظهر لما قبل العصر بمقدار اربع ركعات لما كل شيء ضلوا اده ثم جاء العصر فقال فقم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه العصر بنصلي لما كل شيء ضلوا اده لأ قال له لما كل شيء ضلوا اده مرتين ده خلاص قرب المغرب اول ثم جاء المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه وقت الاداني هنشرح دلوقتي ثم جاء العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين اسفر جدا يعني بدأ يبقى فيه ضوء كده فقال قم فصلي اه ده قبل الشروق الناس اللي بتصلي الفجر قبل الشروق على طول فيه ناس بتصحى تصلي الفجر قبل الشروق على طول وصلتهم صحيحة لان الشروق ما طلعش ايوة بس ده الدنيا منورة لسه الشروق ما طلعش لان الشروق بيطلع مش لما الدنيا بتنور بعد ما الدنيا بتنور بشوية وانت تقدر تشوفه ده في النتيجة يعني مثلا سبعة لعشرة اليومين دول الشروق قادة من ستة ونص بيبدأ يبقى فيه ضوء كده تعرف تشوف ايديك تعرف تشوف يعني فيه ضياء لكن بيبقى لسه الشروق ما طلعش قال ثم جاءه في اخر الوقت قبل بقى ما الشروق يطلع حين اسفر جدا يعني ظهر الصبح جدا قال قم فصلي فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت ادي وقت الظهره ودي وقت العصره المغرب والعشاء والفجر قال وهذا الحديث يعرف بحديث امامة جبريل وقال البخاري هو اصح شيء في المواقيد وقد روي هذا الحديث بروايات مختلفة بطرق شدة طيب خلينا بقى ايه نخش على كل فرض الوحد وقت الظهر قال يبدأ وقت الظهر باتفاق الفقهاء اذا زالت الشمس من وسط السماء ايمالت جهة الغرب كما ثبت في حديث جبريل وغيره من الاحاديث ولكن الخلافة وقع في بيان نهايته طب للظهر ده لغاية امتة فقال الشافعية ينتهي وقت الظهر بحضور وقت العصر امت وقت الظهر ادي الظهر ودي العصر فالشافعية قاله امت الظهر ينتهي لما العصر ادي لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم الذي رواه مسلم من عمر بن العص وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العص مدام الادام ما ادنش بقى لسه وقت الظهر قال مالك وجمهور من الفقهاء وقت الظهر يدخل في وقت العصر بمقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات فهما وقتان مشتركان واستدلوا بما جاء في حديث امامة جبريل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء جبريل العصر في اليوم الاول حين صار ظل كل شيء مثله وصلى وراءه الظهر في اليوم التالي حين صار ظل كل شيء مثله اي في نفس الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الاول وفي هذا دلالة على ان الوقتان متداخلا او الوقتان متداخلين خليني اشرح لك الكلام ده بعد شوية صغير بس اكمل ارهي وقت العصر يدخل وقت العصر بصيرورة ظل الشيء مثله بعد الزوال يبقى قادي حطينا العصايا بقى الضل اده كده وافتكر الكلام ده واصبر على العلم شوية معلش استحملي كده بقى وقت العصر لحديث امامة جبريل السابق وهو مذهب مالك والشافعي واحمد وجمهور غفير من فقهاء الحنفين شبه اجمعن ده وقت العصر لما تحط العصايا تلاقيين الضل بقادي وينتهي وقت العصر بغروب الشمس على الاصح لحديث ابي هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر الله اكبر الفتحة وصورة قصيرة وركعت وقام المغرب قدل انا كده ادركت العصر طبعا هنا مش بنقول نعمل كده احنا بنتكلم في كده الصلاة صلت في معادها مش قضى لكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين مش محتاجة اقول لكم ان الصلاة في اول الوقت يا الاحب الى الله هنجيلها دلوقتي وقت المغرب ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس باتفاق الفقهاء لحديث سلم بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب واختلفوا في اخرها ادي معلومة مهمة بقى فمشهور مذهب المالكية ان وقتها المختار بص المالكية بيقول له ايه على وقت المغرب ان وقتها المختار ينتهي بمضي ما يسعها بعد الاذان والاقامة وتحصيل شروطها وهذه الطهارة وهي الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة استقبال القبلة لحديث امامة جبريل المتقدم ان سيدنا جبريل نزل على النبي وصلى مع المغرب بس في الوقت ده ما جاش في وقت تاني ام صليه وفيه ان جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في وقت واحد قال له ايه وقت المغرب امتى قال له لما الادان يقدن بمقدار انك تروح تتوضى او تغتسل لو انت على جنابة وتستر عورتك وتستقبل القبلة وتصلي ادي وقت المغرب لشان كده الناس كتير يقول لك المغرب غريب ده قول المالكي فدل هذا الحديث على ان المغرب ليس لها الا وقت واحد مختار وهو الوقت الذي يتهيأ فيه الانسان للصلاة بعد الاذان والاقامة في تحصيل شروطها المتقدمة يعني يلحق يدوه بس يتطهر ويصلي ومشهور مذهب الشافعية والحنابلة وقول اخر لمالك ان وقتها الاختياري يمتد الى قبيل او قبيل مغيب الشفق الاحمر اي قبل دخول وقت العشاء بقليل وهذا القليل هو وقت ضرورة لحديث ابن العمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق اي الحمر فاذا غاب الشفق وجبت العشاء وهذا الحديث يفيد ان وقت المغرب يمتد حتى حضور وقت العشاء وهو مغيب الشفق الاحمر وينتهي وقتها الاختياري من غروب الشمس الى قبيل وقت العشاء بمقدار ما يسع ركعة بتمامها وانا بقرأ الكلام ده عادت اقول لي نفسي ايه اقرأ الكلام ده لاصحابي اللي بيسمعوني دلوقتي ولا هيبقى علم تقيل وطويل عليهم وقول لهم الخلاصة قلت لا اهقر ليه لانك انت مش دايما في طلب العلم تقرأ كلام ممتع وسهل وتاخد الزتونة الخلاصة لا انت محتاج تصبر عشان تاخد الخلاصة في النصة او في الاخر ويبقى وقتك ده اللي انت مكرسل طلب العلم ده اغلى وقت بتقضي في حياتك وقول رب يزدني علم هقرأ لك حاجة اخيرة وبعدين هقول لك على خلاصة كل الاربع صفحات دي المقصود منها معلومة معينة وقت العشاء يدخل وقت العشاء اذا غاب الشفق الاحمر وينتهي وقتها الاختياري اذا جاء ثلث الليل او نصفه وعلى خلاف في ذلك بين الفقهاء تبعا لاختلاف الروايات وقت الصبح يبدأ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس اه يبقى طلوع الفجر الصادق اللي هو ادن الفجر طب وينتهي وقت الفجر هتبقى اضى بعد كده امتى لما تطلع الشمس اللي هو احنا بنسميه الشروع وهذا باجمع جمهور الفقهاء واختلفوا في وقته المختار فقال مالك والشافعي بصلاة الصبح اول الوقت ادن ادن امصلي الفجر لقول عائشة رضي الله عنها اذا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفحات بمروطهن لا يعرفن لا يعرفن من الغلس اي الظلمة فالادن ادن والنبي صلي صلى الله عليه وسلم صلى السنة وصلى الفجر والناس مشيت الستات مثل لابسين حجابهم محدش يعرفهم من كتر الظلم فيعني كان الصلاة بسرعة في اول الوقت لدرجة ان لسه ما طلعتش الشمس ويرى الحنفية اللي هما الاحناف يعني ابو حنيفة وتلم ذاته ان الاسفار بالصبح افضل لحديث رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر والاسفار هو الوضوح البين الذي يمكن فيه مشاهدة الاشياء بوضوح اه شفت بقى الكلام اللي جاي الحتة اللي فاتت دي مهم اوي الجمهور بيقول تصلي الفجر والدنيا ضل من ما تسمع الادان والاحناف بيقول الناس اللي عندها مدارس ولا جامعات ولا شغل فبيصلي الفجر قبل الشروق مباشرة لسه الشروق ما طلعش لسه وقت الفجر عند الاحناف ده وقت الفجر شوف يا اخي جمال وعظمة ولطف الله سبحانه وتعالى وفي تشريعه لهذا الدين الذي يسع الجميع اه الوقت جري مش هارفخه اكتر من كده اه هقولك بس خلاصة المعلومة الظهر هو ودي العصر الوقت اللي ما بين الظهر والعصر ده كله اباحة تصلي في الظهر متى يصير صلاة الظهر فرض حالا تأثم لو ما صلتهاش لو العصر هيقدن بعد وقت اقل من صلاة الظهر يعني ايه يعني الظهر اقدن صار مستحبا ان تصلي الظهر فالظهر اقدن واحد مستحب احب الاعمال الى الله مستحب تصلي الظهر دلوقتي بقت اتنين يلا صلي لو سمحت بقت تلاتة مباحة انك تصلي يلا لحق صلي بقت اربعة العصر اربعة ونص لو بقنا اربعة ونص الا دقيقة فما لحقش صلي الظهر خب بالك انت داخل في الحرام دلوقتي ليه لان صار فرضا عليك الان ان تصلي لان الوقت اللي تبقى في وقت الظهر اقل من انك تصلي يبقى لو سمحت وجبت الظهر الان يبقى الادان قدن يلا مستحب انك انت تصلي دخل الفرض طب واحد في اجتماع واحد في مشوار واحد ركب اوتوبيس واحد سيء عربيته طيب خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خب بالك خب بالك العصر يقدم بعد الاياء مش اتلاحق صلي الظهر وجبت عليك للوقت فده اوقات الصلوات كما سمعت وبعدين المرة الجاية احكيلكو اكتر في وقت بالذات المغرب والعشاء عشان هنا فيه معلومات مهمة في اختلاف الفقهاء انا وانت محتاجنا قبل ما رجع على خير وصلنا للكتاب الرابع من المجلس تسعة وتلاتين من سلسلة الطريق وهو كتاب ايها الولد لحجة الاسلام الكبير الامام الغزالي المتوفى خمسمية وخمسة هجريا قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين قال والثاني مما تدع هذا الكتاب استاذ بيوصي تلميذه ازاي يعرف يروح يعلم الناس ويعيش في وسطهم الناس تتعامل مع تحب ربنا وتتعلم منه هقولك هقر وبعدين الشرح لك كان بيقوليه قال والثاني مما تدع هو ان تحذر وتحترز من ان تكون واعظا ومذكرا لان افته كثيرة او كثيرة الا ان تعمل بما تقول اولا ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام يا ابن مريم عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي من ربك وان بتريت بهذا العمل فاحترز من خصلتين بيقوله بقولك ايه يا ابني من ضمن الحاجات اللي عايزك تاخد بالك منها تاني حاجة ومهم تبقى سمعت المجلس اللي فات شانو كان موصيب كذا حاجة قال له يا ابني خد بالك لتكون بتتكلم مع الناس وانت مش مهتم بالعمل فالانسب يا ابني علماء لما تكلموا في تفسير اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم فصلوا تفصيل حلووي ان البني ادم لو كان بينصح الناس وعنده شيء من الوعظ والدعوة او ايا كان الاولى انه ماينساش نفسه انه دايما بيحاول لكن ممكن يكون خطيب جمعة او واعظ او عالم او شيخ بيطلب من الناس الانفاق وهو شغال بيجهد نفسه بيحاول بيحببهم وهو بيشرح حاجة في قيام الليل هو بيجهد نفسه وبيحاول ولما يقدر بيعمل كده بيحذرهم من اخلاقه هو بيقرأ لهم كتاب ويحشى وهو ساعات بيقع في الخلق ده ويتوب ويعتذل لربنا وشغال على نفسه بيزكي نفسه فالمهم ان الانسان ماينساش نفسه طبعا اكثر الاوضاع مثالية وجمالة ان الانسان يكون جاي بدرجة عالية في الحاجة اللي هو بينصح بها الناس فيبقى ناجح في الموضوع ده وبيتصف بالصفة دي ومواظب على العمل ده ثم يعيظ الناس به فبيقول له يا ابني بس اخد بالك اوعى تكون احترفت التذكير وانت وحش طب وهو الانسان ازاي بيحترف التذكير وهو وحش ساعات كتير البني ادم ربنا بيدي له منطق جيد يعني اتكلم كويس كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام جذاب جدا ده وحي يا جماعة والكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام يخطى في القلوب لانه النبي عليه الصلاة والسلام فانا بحكي لك عن العظمة كلها وكلام ربنا يعني عظمة العظمة فالكلام حلو وتخيل بقى لو انا كمان بعرف اتكلم فانا بلاقي اتنين تلات بيقولوني ما شاء الله زحك مولانا زك يا شيخنا كتر خير كعندي سؤال فبسدق فلما بسدق ببدأ اطمن على نفسي ان صرت انا منبع للخير وملجأ لطالبي العلم فحس ان انا وصلت لو مليش شيخ يعلمني وياخد باله مني ومليش قلب دايما شغال وفاكر ربنا وبيدور على طلب العلم والتحسن هحس ان انا وصلت فاطف فيه مواتير السعي ان انا حسن من نفسي ولما البني ادم بيتوقف عن السعي بيبدأ في الانحدار ليه لان انا لو انت عمال تديني اكل كتير وانا مبلعبش رياض هتخن فانت عمال تمدح في شخص معين وهو مش شغال على التواضع وعلى رؤية ان كل المتحة اصلا من الله وان المتحة ده اصلا مسئولية انه مفروض اكون اكثر رحمة وتواضعا وطلبا للعلم فبعد شوية المتحة ده هيبدأ يخش في الخانة بتاعت العجبة بالعمل والكبر والملل من الناس ورؤيتهم انه هم عصاه وانه خلاص هنعلمكو بقى شوية يمكن تفهمو كلمتين بالغلظة اللي انت شايفها دي ويبدأ بعد كده يبقى ضعيف قدام المعاصي وضعيف قدام الشهوات لانه مش شغال على نفسه وواخد الزاد اللي بياخده من المتح الناس واللايكس اللي بتيجي على الفيديوز والاسئلة اللي بتتبعت على الامبوكس كأنه صار خلاص انا عملت اللي علي فانا في مأمن من الفتنة وده اللي حصل لعابد بني اسرائيل اللي في تفسير كمثل الشيطاني اذ قال للانسان يكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين انه كان انسان صالح لكنه انزلق انزلق بسبب انه استهان ببعض الشهوات فمهمة قوي انه الواحد الاصل انه شغل على نفسه طب يطلب العلم مش للدعوة تطلب العلم لإصلاح نفسك بتقرأ وتتعلم وده مرض مرض ربنا اكرمنا يا رب الواحد بس يكون فعلا كده يعني بشك الزابع بس المشايخ ركزت جدا معنا انه يشفونا يشفونا باذن الله من المرض ده انا بقرأ ليه عشان اقول للناس لأ انت بتقرأ عشان انت تهتدي وتتعلم انت مش تقرأ عشان تقول للناس انت دورك الاول ابدأ بنفسك اولا عليكم انفسكم الاول فلان انا لو بقرأ عشان اساعد الناس اه والله الناس محتاجك اه والله يا اخي يا اخي الناس 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 لغاية ما روحت يوم القيامة وانا ناسي وفي انفسكم افلت وبصيرون كان منطقي جميل والساني حلو والناس اهتدت وبعدين ورتهم سلوك قبيح بسبب اني مش شغل على نفسي فتنتهم كلهم رجعتهم للصفر لما شافوا مولانا ولا الاستاذ ولا الشيخ ولا ايا كان لانه مش تغلش عن نفسه وطبعا كله بستر ولطف الله يعني احنا متكلم على دورنا احنا نعمل ايه فبيقول له بقولك يا ابني خد بالك من نفسك يا ابني الله يكرمك وايه واسمع قول سيدنا عيسى يا ابن اقيا لما فتفكر في ما قيل لعيسى يا ابن مريم عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي من ربك نفس الكلام على فكرة حتى يعني بيعلمه لنا لما بندرس مانجمنت وبندرس علوم نفسية ان الثرابيست نفسه والكوتش نفسه والمانجر نفسه لازم يكون قدوة وإلا لو حد بيقود اي عملية اصلاح تهاون وكان هو مش مصدر ثقة ويسموه كريديبليتي مصدقيتك عمر محد يقبل منه اي اقتراح او حتى يستأمنه ان يفض فضله فيعلمونا مثلا في والكوتشينج وفيكم ناس متخصصين كتير ازاي تبقى امين مثلا فما ينفعش تطلع اي سر الهولك اللي بيحكي معاك او اللي جاي يستشيرك او انك انت لو مش امين على سره ازاي تبقى امين في نصحته او امين حتى في صحبته في رحلة تغييره او بحثه عن ذاته ف ولو ما تعرفش حاجة اقول ما عرفش ولو حاسس ان الموضوع كبير عليك تريفار يعني توصل هذا الانسان لمن هو اعلم منك ولو انت مثلا كنت اخصائي نفسي مش من حقك تكتب دوة بس لقيت ان اللي قدامك عنده علامات لا ده محتاج دوة فتودي للدكتور النفسي الطبيب اللي بيوصف مش انت من نفسك لتقول وما تشخص علشان ما تبقاش سبب في الفتنة بالعكس تبقى سبب في الاصلاح ده اللي كان بيقوله سيدنا الامام الغزالي تعالوا نقف هنا كده ونكمل المرة الجاية على خير ان شاء الله